سمعنا عن حاجات كتير سمعنا عن أغلى مثلا شبكة أغلى غرفة أغلى كرسي المقتنات الكتير اللي بتبقى غالية لكن احنا أول مرة يعني شفنا العجب إنه محكمة لندر بتقول قضية لأغلى قضية طلاق في التاريخ في التاريخ بيتم النزاع فيها على سروة قيمتها 453 مليون جنيه استرليني ودي طبعا فيها حاجات كتير جدا فيها أسور وياخت وطيارة هليكوبتر وطيارة تانية خاصة ولوحات فنية بملايين لفنانين عالميين لوحات ندرة جدا تاتينا بالطالب زوجها السابق فرخاد بالطلاق والطلاق ده ابنهم بالمناسبة اسمه تايمور أحمدوف ورفعت قضية طلاق عليه قدام المحكمة واتهمته إنه هو بيخبي ملايين أو مئات الملايين من الأصول اتهمت ابنها بالمناسبة لصالح والده بعد ما خدت حكم في 2016 إنها تحصل على 453 مليون جنيه استرليني في تسويت الطلاق وده بعد ما اتهمت زوجها إنه هناك الأموال وأصول لابنهم عشان هي ما تاخدش الفلوس دي يعني ابنها طواطق مع والده أو تحالف مع بابا ضد مامته بينهم شقة بس لوحدها قيمتها 30 مليون جنيه استرليني وده اللي ابنه قال إنه ما حصلش وأكد إن هذا السلوك دمر العلاقة الأسرية لإن هما منفصلين بشكل فعلي من 20 سنة وإنها اتهمته شخصيا في قضية التسوية وكانت سبب في إنه سلطات البريطانية فضلت تفتش على شقة لمدة 10 ساعات متواصلة عشان يتأكدوا إنه هو مش مخبي أي حاجة من الفلوس اللي هي بتدور عليها وده طبعا عشان هيك بتدور على حاجة تزود قيمة التسوية اللي بكرة إن شاء الله المحكمة هتحسم هذه القضية تماما عشان يكون ده أغلى طلاق في التاريخ وياما لسه بكرة هنشوف العجب ترجمة نانسي قنقر